اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معانا في حلقة جديدة من رحال البرنامج اللي هيتكلم على كل حاجة بتخص الحضارة والتاريخ احنا مكملين في سلسلة الحضارة الاسلامية وزي ما اتفقنا ان احنا هنتكلم من اول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم الى نهاية الخلافة العثمانية احنا حاليا في العام السابع من الهجرة والفترة دي كانت فترة حارجة جدا وكانت سنة فرقة للمسلمين كانت في العام ده قبليها بسنة تم صلح الحضايبية وبدت الاحداث تكبر بالنسبة للرسول وبدأ الرسول فعليا ان يتفرغ لنشر الاسلام في شتى بقاع الارض لكن كان في عقبة واحدة لنشر الاسلام في طريق الشمال الغربي اللي هو باتجاه الشام تجاه بيت المقدس العقبة دي كانت خارج المدينة كانت في الشمال مكتش سهلة خالص اللي هم يهود خيبر او مدينة خيبر مدينة خيبر هي بعيد عن المدينة المنورة حوالي 180 كم وعلى فكرة خيبر موجودة في عهد النبي غير خيبر اللي بيكون فيها المعتمرين النهاردة يعني دي مش هي دي مدينة خيبر كانت مشهورة بمزارع النخيل الكتير جدا لدرجة ان احد الصحابة كان بيقول ايه والله ما شابعنا طمرا حتى فتحة خيبر خيبر كانت بالنسبة للمسلمين يعني المسلمين كانوا بياخدوا نص الصمار بتاعتها فقط ومع ذلك كان الخير عام عليهم من مدينة خيبر طيب هي بتشتهر بالايه بتشتهر بالجبال المرتفعة والجبال دي كان عليها حصون وكان بيسكنها اليهود احنا عارفين ان يهود بن النظير لما خرجوا من المدينة انضموا ليهود خيبر فبقوا بيشكلوا جزء من هناك من مدينة خيبر ومدينة خيبر كانت اكبر مدينة لليهود فعريا في الجزيرة العربية يعني كان الاول اليهود اللي كانوا موجودين في يسرب كانوا عبارة عن قبائل ومع ذلك عايش معاهم العرب قبل طبعا الاسلام لكن خيبر كان بتشتهر ان كل سكانها يهود خلصين ما معهمش ولا واحد عربي ولا قبل الجهلية ولا الكلام ده كله وكانت زي ما قلنا بتشتهر بالحصون بتاعتها وكان ليها سبع حصون مهمين جدا ان هما حسن الصعب بن معاز وحسن الزبير وحسن النظار وحسن الكاموس وحسن الوطيح وحسن السلالم دي اكبر حصون في خيبر طبعا في اختلاف النهاردة بين المؤرخين في اختلاف مين كان اهم حسن في الحصون ديت لكن هو كان تقريبا كان اهم حسنه اكبر حسن كان حسن الصعب ابن معاز اللي هو كان اهم حسنه اكبرهم زي ما قلنا لحد النهاردة الحصون دي موجودة ممكن طبعا زيارتها الرسول طبعا في الوقت ده كان بيتحرك باتجاه خيبر وكان من دهاء النبي صلى الله عليه وسلم في القتال ما كانش بيهاجم العدوين من الطرق المباشرة او من الطرق المتوقعة طيب ليه الرسول كان بيعمل كده كان بيعمل كده شان الرسول كان بقدر الامكان ما كانش عايز يحصل معركة هو كان عايز يبص فيهم الرعب بحيث ان هم ما ميلجقوش للكتال فالرسول اه كان بيعمل كده كانش عايز كتار كان عايز العدو يستسلم وما يحصلش كتار. فالرسول عمل ايه? سلك طريق طويل جدا للتف حول خيبر ابتعد ناحية الشرق واول حاجة علشان يفتكر ان هو رايح لغطفان عشان ينتقم منهم بعد غزوة الاحزاب وبعدين الرسول فجأة لف في اتجاه الغرب وبعدين مشي جلوب غرب ولف حولين خيبر لحد ما وصل شمال خيبر ودخل من ناحية الشمال فجأة كده المنطقة دي فيها اللي هي فيها مين فيها حصن الصعب ابن معاذ فالنبي عسكر هناك في منطقة فيها جبل احمر وخيبر بتتميز بسخور الجبال بتاعتها كلها صودة لكن في هناك جبل احمر هناك خلف الجبل دوت عسكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقدامه في مجموعة كبيرة من النخل زي مزرعة آه نخل كبيرة المهم اليهود تاني يوم الصبح وهم خارجين راحين المزارع بتاعتهم وشاف او فجأة شافوا ريات الاسلام فعلى طول رجعوا جري وبدأوا يصيحوا بصوت عالي محمد والخميس محمد والخميس ودي معناها محمد والجيش بتاعه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الله اكبر خربت خيبر ان اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنزرين وبدأ الحصار على طول اول حصار قدام اكبر حسن اللي هو صعب ابن معاذ وعلى طول الرسول بدأ القتال بين الرسول واليهود ولكن الحصن كان منيع جدا والمسلمين مش قادرين فعلا يكتحموا الحصن دوت فالرسول في ليلة من الليالي قال ايه لاعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فكل الصحابة في الليلة دي بدأوا يفكروا مين الرجل دوت ومن سيكون لدرجة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايه والله ما تمنيت الامارة في حياتي الا في تلك الليلة دي طبعا شهادة عظيمة من الرسول لسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كانت الامارة لا علي عشان عند الفجر الرسول قال ايه اين علي بن ابي طالب فقاله يا رسول الله انه يشتكي عينيه يعني في رمض كان في عينه رمض ربيعي وكان سيدنا علي بيشتكي منه في الوقت ده فرح الرسول قال ايه قال احضروه فاول ما احضره علي رضي الله عنه فالرسول صلى الله عليه وسلم تفل في عينه فبرأ فورا ورح الرسول اعطاه الراية وقال ايه يا علي انفذ على رسلك يعني روح على مهلك حتى تنزل بساحتهم فادعوهم الى الاسلام فوالله لان يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم وفعلا نفذ الكلام دوت وبدأ القتال واثناء الحصار في اليوم ده نزل زعيم الحصن وكان اسمه مرحب ودوت كان بطل من ابطال اليهود عندهم وكان راجل قوي جدا واثناء المبارزة خلق الرجل دوت هو ينادي يقول ايه قد علمت خيبر اني مرحبه شاك السلاح بطل مجربه اذا الحرب اقبلت تلهبه فالمهم ايه خرج لي مين علي ابن ابي طالب للمبارزة وهو ينادي انا الذي سمتني ام حيدرة كليس غابات كريه المنظرة وبدأ القتال بين الاتنين مبارزة جديدة جدا لدرجة ان فيه شجر ازيل بالكامل من شدة القتال بين الطرفين لحد ما قتل علي رضي الله عنه مرحب ثم تمكن من فتح الحسن ولما دخل المسلمين الحسن هرب اليهود وبدأ يتحصنون في الحصون اللي بعدها وبدأ يفتحوا الحسن ورد تاني وكل الحسن كانوا يدخلوا بيلاءوا مغانب كتير جدا وده هو طبعا كان الخيبر زي ما قلنا كانت مليانة بالخيران المهم بدأوا المسلمين يدخلوا الحسن ورد تاني وبدأوا يهجموا كل الحصون لحد ما اكتمل فتح النص الاول من الخيبر يعني نصها تقريبا ودأ المسلمين على ابواب المدينة نفسها اللي حواليها تلت حصون اساسية في الوقت ده ارسلوا للرسول صلى الله عليه وسلم بيقولوا ايه يا محمد لا نستطيع القتال يعني احنا خلاص استسلمنا ولما الرسول قال لهم اخرجوا من الخيبر طب قالوا له ايه قالوا ما رأيك ان نبقى ونصالحك على نصف ما في خيبر من الطعام ومن سمار خيبر وتكون الارض لكم ولكن نحن نبقى فيها ونعطيكم نصف سمارها طبعا ده كان بالنسبة للرسول احسن بكتير ما يحصل حرب وطبعا وكان حقن للدماء وتاني نقطة مهمة ان هيكون للمسلمين نصف الاستمار اللي في خيبر وتالت حاجة ان هيكون فيه ايدي عاملة تشتغل في الارض دية والمسلمين هيتوجهوا لارسال الرسالة بتاعتهم الرسالة المحمدية ودين الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم وافع على الصلح بتاعهم لكن قالوا من عند شرطين اساسيين اول واحد براءة منكم زمة الله وزمة رسوله ان كتمتم شيء رقم اتنين ان اردنا ان نخرجكم اخرجناكم طيب ليه الرسول قال كده في حال ان هم خانوا العهد مع الرسول على طول هيخرجهم الرسول من خيبر وفعلا فضلوا موجودين في خيبر لحد عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما غدروا بالمسلمين هناك في الوقت دوت اخرجهم عمر بن الخطاب علشان خانوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل الامر على كده ويقسم الرسول صلى الله عليه وسلم اراضي خيبر على المسلمين والمسلمين فعليا كانت مغانومهم كتير جدا وبعد ما فتحت خيبر المهاجرين اللي بقى لهم اراضي بقى خلاص لهم خيرات رد ودائعهم للانصار اللي كانوا ادهالهم في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر وسع المسجد الشريف بتاعه لأول مرة في التاريخ وسعه من ناحيتين لحد ما بقى شكل المسجد النبوي بقى شكله مربع ولما رجع الرسول من خيبر الى المدينة اتفاجئ بمين اتفاجئ بوصول جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه ابن عمه في نفس الوقت اللي الرسول وصل في المدينة جعفر وصل من الحبشة كان الرسول ارسل له بعد صلح الحديبية قال له يعني خلاص تعالى انت والمسلمين اللي معاكم جميعا لم يعد هناك حاجة لوجود قاعدة احتياطية للمسلمين خارج المدينة ورجع جعفر ولما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم احتضنوا وقبلوا وقالوا والله لا ادري بايهما افرح بفتحة خيبر ام بكدوم جعفر من شدة مكان فرحان بكدوم ابن عمه جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان اخر حاجة حصلت مع الرسول في خيبر ان الرسول بن الاسرة اثناء المعارك اثر بين الناس اللي كانوا جوه الحصول كان بينهم مين السيدة صفية بنت حويي ابن اخطب ده طبعا كانت بنت زعيم اليهود فالسيدة صفية النبي صلى الله عليه وسلم عارفها ان هي ابنة سيد يهود بن النظير فالنبي عرض عليها الجواز وتجوزها وجعل مهرها عتقها وكان الجواز دوت مبارك هي بتقول ايه لما النبي تجوزها فالرسول شاف وشها اثر ورم زي اثر ضربة على وشها فيعني سألها ايه من اين هذا فرحت قالت له ايه يا رسول الله رأيت قبل ان تقدم علينا ان القمر سقط في حجري فقصصت هذه الرؤية على زوجي يعني هي كانت متجوزة من كنانة ابن قبل حقيق فايه فقالت له رأيت ان القمر وقع وسقط في حجري فرح ضربها كف على وشها وقال لها ايه اتتمنين ملك العرب الذي في يسرب يعني مباشرة هو يقصد ان الرسول هم عارفين يا جماعة عارفين ان الرسالة حق والرسول حق لكن زي ما بينقول الكفر عنات وبعد كده حاولوا يسم الرسول صلى الله عليه وسلم مرات سلامة ابن مشكم اللي هي زينب بنت الحارس جات للنبي صلى الله عليه وسلم بشاو وقالت له ايه هذه هادية فالرسول خد منها من الغنم اللي هي ادتهوله قطعة صغيرة بس على طول تفالها تاني اول محطها في فمه الكريم والوالله ان هذا العظم اللي يغبرني انه مصموم وجاء بها فاعترفت وهي قالت ايه ان كان ملك فاسترحنا منه وان كان نبي فسيغبر بذلك يعني يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت دوت كان قاعد مع بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه بشر اكل من البعير دوت وتوفى مصموم احنا مش عارفين الرسول قتل الست ديت ولا عفى عنها الله اعلم لكن في الوقت ده اكتمل الامر للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر وما كانش فيه حاجز بينه وبين ارسال الرسل بتاعته للشمال خلاص بعد فتح خيبر بكده تخلص حلقتنا النهاردة واسوفكم باذن الله تعالى في حلقة جديدة من رحال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة